أنهى السوق السعودي جلست الأمس على ارتفاع بحوالي 13% لغلق عند أعلى مستوى في نحو 14 عاماً أغلق دون مستوى الأحد 10800 نقطة يعني نقاط قليلة فصلت عن المستوى الأحد 10800 بلغت قيم التداولات الإجمالية نحو 7 مليارات و 400 مليون ريال سجلت ثمان قطاعات أداء نيجابياً كان أبرز هذه القطاعات قطاع البنوك والذي ارتفع بحوالي 1.5% أما قطاعات الاتصالات والنقل اقتربت مكاسبهما من 0.5% في المقابل تراجع أداء 13 قطاعاً كان أبرز هذه القطاعات قطاع المواد الأساسية والذي تراجع بحوالي 1.5% وقطاع الطاقة أغلق أيضاً على تراجع طفيف بحوالي 10.5% على مستوى الشركة تصدر سهم شمس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نحو 14.13% فيما واصل سهم ينسى تصدر الأسهم المتراجع لليوم الثاني على التوالي ونخفضاً بحوالي 3.5% في إخبار الشركات ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة Solutions by STC بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7% على الأساس سنوي لتصل إلى 257 مليون ريال الشركة عزت ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إجمالي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الإرادات وانخفاض تكاليف الإرادات رغم ارتفاع المصاريف التشغيلية بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع نقى أيضاً مع أخبار النتائج المالية إذ حققت شركة سبكم قفزة كبيرة في أرباحها للربع الثالث لتسجل نحو مليار و 29 مليون ريال الأرباح جاءت بأكثر من 100 ضعف أرباح الربع المماثل من العام الماضي أجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع الإرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة ما ساهم في ارتفاع هوام الشربح رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى ارتفاع حصة أرباح الشركة من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة وانخفاض التكاليف التمويلية والأخبار شركة المتقدمة حيث أقر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5% من رأسمال الشركة عن الربع الثالث من العام الجاري وتبلغ قيمة الأرباح المقرر توزيعها نحو 140 مليون و 700 ألف ريال ما يعادل 65 هللة للسهم الواحد وحددت الشركة تاريخ استحقاق الأرباح في 21 من نوفمبر المقبل على أن يتم توزيعها في 21 من الشهر نفسه إلى شركة التأمين العربية حيث أعلنت أن نشرت الإصدار الخاصة بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 265 مليون ريال وستقوم الشركة بطرح 26.5 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد ليصبح رأس المال بعد الزيادة 530 مليون ريال أي بنسبة زيادة 100% ومن المقرر العقادة الجمعية العامة غير العادية في التاسع من نوفمبر المقبل لتصويت على زيادة رأس المال سنكون معكم في برامجنا لمتابعة كل جديد فيما يخص السوق والآن عودة إليك صباح